مرة تانية بعد الفاصل ودلوقتي نورتني وشرفتني في الستوديو دفتي الجميلة دكتور هيبة العواضي وخليني بقى صفح عليك صباح الفل صباح الفل يا زوزو صباح الفل على سيدة المشاهدين كل سنة وحضراتكم طيبين يا رب سنة سعيدة عليكم أمين حبيبتي وعليتي وعلى أسراتك جميعا يا رب تسلم بيدك تسلم بيدك حجل بس الأصدقاء أنا بص ولا لازق ولا بتاع بصوا ومشاء الله طلعا كأنها خطيرة بصوا منظر يعني هي نفسها بتقول لي ماشاء الله حلوة قوي فإن شاء الله تكلوها بالهنة والشيخة وتعجبكم جدا النهاردة بقى احنا طبعا هنتكلم على الكورس من هيرب البانك بس خلينا الأول نستطيع سمحك نزل أرقام التليفونات والصفحات الخاصة بيهم علشان لو حضرتكم حابين تتواصلوا من خلال الصفحة يبقى إن شاء الله في فريق طبي طبعا دي صفحة فريق الطبي هيرد عليهم قولنا بقى بيبقى التواصل يعني بس بيبقى على طول غير التليفونات يعني هنا في تواصل وبرضو من خلال التليفونات في تواصلتين طبعا حضرتكم هتتواصلوا من خلال الأرقام الموجودة أو من خلال المسجس على الفيسبوك طبعا إنتوا بتقولوا حالتكم الحالة الصحية الفئة العمرية الجنس رجل أو ست الوزن المشكلة سواء المشكلة في انفتاح الشهية أو انخفاض معدل الحر ما بنحرقش كتير ما بنتحرقش شهيتنا مفتوحة على طول بناكل على طول ياريت إحنا بس كل الداتا دي كل المعلومات دي إحنا بندونها عندنا على أساس المعلومات دي إحنا بنقدر نحدد نوع الكابسولة اللي هنقدر ندها لكل إن إحنا ما عندلاش كابسولة واحدة بتنفع لجميع الحالات الصحية كل حالة صحية ليها الكابسولة بتاعتها وبنوه إن مرضى القلب والناس يعني أعزنا الله من الناس اللي عندهم أورام لأ أنا بمتنع إن أنا أديهم الكورس ده لأنه هو سبت علمياً وأنا بقولها للأمانة سبت علمياً إن هو يعني مش سيف ليهم لأ إحنا يعني أكيد مرضى القلب اللي عندهم أورام إحنا بنحوط عليهم أما مرضى الضغطي لأ ليهم كورسات عندنا مخصوصة لمرضى الضغط مش أي حد بياخده فإحنا بس بننوه إن لازم تقول بكل أمانة الحالة الصحية لو بتاخد أي دواء أي عقار بتعاني من أي مشكلة لازم تقولها للفريق الطبي اللي هتتصل به سواء أنا أو غيري لازم تقولها لأن هي دي أول قطوة في تشخيص الكابسولة الصحية النهاردة طبعاً أول حلقة في السنة الجديدة بالنسبة لي ومعشيف عظيمة أنا حبة أن أنا بصراحة يعني في مشكلة بيعني منها ناس كتير اللي بيعانوا من السنة اللي هي سنة موضعية يعني سنة موضعية أنا عندي شوية كرش عندي شوية تكتلات في الظهر عندي شوية تكتلات في الدراعين في الأرضياء في الأفخاد فكل ده إحنا ماشي بنمشي على الكورس بتاعنا بنقفل بالشهية بنزود معدل الحرق بس إحنا في نفس الوقت عايزين نصرع إن إحنا نقصر الخلايا الدهنية اللي ملتصقة بالعضلات من غير منلط العضلة تمام أنا النهاردة نازلة بجهاز جديد مستورة الجهاز ده إحنا أول مرة ننزل به ده عشان خاطر الشتاء عشان خاطر السنة الجديدة وعشان خاطر فيه مشكلة بتقابلنا اللي هي الدهون المتمسكة الصلبة العنيدة اللي عندنا متكتلة في مواطق دون غيرها الجهاز ده اسمه سيكس باكس جهاز اسمه سيكس باكس 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 جاية من العارفة الرجالة اللي بيعملوا الباتي فاتنس واللي بيعملوا السيكس بس طبعا هو مش للرجالة بس هو للسيكتات كمان الجهاز ده بيعمل إيه الجهاز ده احنا بنحطه على المكان اللي فيه تكتلات دهني سي عندي بطني عندي أردافي عندي أفخادي يعني هو ينفع لأي منطقة تمام الجهاز ده بيعمل إيه أولا هو بيشتغل على أربع سرعات وبنقدر ان احنا نزود السرعات بتاعته على أربع باور الجهاز ده بتحط مش أكتر من تلت ساعة الجهاز ده فعلا بس السن بعد إذن كده 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 مضبوط لا أنا عليه شوية أيوة كده تمام دي بقى المنطقة اشرحينا عليه بقى بس يا ستي أولا إحنا هنخرجه من آه نخرجه ياريت عشان إيه نخرجه عنه آه يبين هو مش باين بالسلفان الجهاز ده بيتلزق زي دابل فيز على المنطقة سي على بطني مثلا لفي بس سن ناحية الكاميرا أيوة لا كده أيوة كده أوكي الجهاز ده بيتلزق من وراء وده من مكان اللي السكر اللي هي الحتة اللي هي ترانسبيران دي أيوة الجهاز ده ما بيتحطش يا جماعة أكتر من تلت ساع الجهاز ده جبار بنلزقه على المنطقة اللي فيها تكتل فيه الدهون تمام بيتلزق وبنشغل الباور بتاعه وبنزبط السرعة على قد ما بنستحمل احنا بنرفع فيه فيبريشن كده بنرفع السرعة جرادولي لغاية ما احنا بنقوم مش قادرين بيعمل إيه بقى الجهاز ده إيه الميكانيزم أو طريقة عمل الجهاز ده الجهاز ده بيعمل فيبريشن أو زبزبات للدهون اللي حوالين العضلة كأنك قعدت تجري في مكانك بتعملي مجهود للعضلة دي ده خصيص اللي عندهم سمنة موضعية اللي عندهم تكتلات في دهون في الكرش في الدرعات في الأرداف كل ده بيعمل بيشتغل على العضلة والدهون المحاطة بالعضلة بيعمل يا عارفة بتعمل جهد بس لشغل بتعمل إفرد شغلة على الدهون تقصلي الدهون أهو أنا هلفها ههو كده واضح يجهز فين بقى السرعات هاي بين واحدة وثلاثة أوه كده كده أساسا المندوب اللي هيوصل الجهاز ده هيفهمها عشان بقى ما هو لما هيكسوا هيفرحوا داخل على الدهون ده يشوف أيام لا بصي لا هو نزوه داخل على التكتلات ديركت على فكرة منوحة للناس يا جماعة ما يشتغلش أكتر من تلك ساعة ما تشغلوش الجهاز ده أكتر من تلك ساعة لأنه فعلا بيعمل مجهود جامد على الدهون مش على عضلة على الدهون اللي حوالين العضلة بيكسل للدهون المستعصية عندي بتحصل لها إيه بقى أقول لنا بعد كده أنت متخيلة أنت دهون أنت قادة بتعملها فيبريشان أنت بتخلخليها أيوة تخلخوا الخلايا الدهنية بتكسرها لي ما هو ده نفس 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 النظام بتاع المجهود العضلي اللي أنا بعمله ساعة الجيم أو ساعة الرياضة أو ساعة الجارية طلوع السلم أنا بعمل إيه أنا بحاول أحرك نفسي عشان أحرق الدهون الخلايا الدهنية فالجهاز ده بيقوم بعمل المجهود العضلي الجهاز ده فعلا الأول حد ينزل به نزلينه عشان السنة نزلينه عشان الدهون كل ناس في ناس يعني بتشتكي بتقول إحنا بننزل من على توتا للجسم كله لا طب بس بتفضل برضو بطني ما تنزلش ده فاضل درعاتي ما بتنزلش أنت بتخطيه على درعاتك هنا تلت ساعة هنا تلت ساعة هتخطيه على بطنك بتخطيه على بطنك تلت ساعة بس تلت ساعة كل قد إيه بقى بتستخدهه كل يوم مرة كل يوم مرة وبعدين بيحصل إيه بقى هي بتحس الإيه بعد كده بتحس أولا فيه بصي ما هم فيه ناس اللي هم بس الغير قدرين ماديا فيه جلسات اسمها الكرايو والكافيتاشن والحاجات ده بتعمل عمل الجهاز ده بس ده الجهاز أنت لازم بتروحي للدكتور بتعمليه الجلسة في العيدة بتاعته لأ إحنا بنوفر عليك بالزبط نفس عمل الكرايو والكافيتاشن والحاجات اللي بتعمل تجميد للدهون وتكسرها الجهاز عندك في البيت بيعمل مجهود مضاعف على الدهون اللي موجود حوالينا العضلة يكسل للدهون من غير ما يلمس العضلة طبعا الجهاز ده صبرت للكورس بتاعنا يعني صبرت يعني أنا الكورس بتاعنا اللي هو عبارة عن كابسولات وأعشاب ونقط كل حاجة من دول لها الوظيفة بتاعتها ده بيعمل صبرت ده بقى بيشتغل على الدهون اللي مش عارفة نزلها بأي مجهود ينزل جسم كله ومش عارفة نزل منطقة البط ينزل جسم كله ومش عارفة نزل ضهري بتلزقيها على ضهري بتخلي حاج يلزق أهلك على ضهري وبيشتغل الباور تلت ساعة بس تحس إنه مجهود أهم حاجة اللي يلزق أهلها على ضهرها ده لازم يبقاها تجبها تلت ساعة طبعا إحنا بعد ما نكون أفلنا هاستسمحك ناخد تليفون معنا مادم زينب سلام عليكم أهلا حبيبتي أهلا وسعيد فضالي عاملة إيه الحمد لله حبيبة قلب يتفضالي لكي أي سؤال أو معي سعيد أكلم الدكتور أو يتفضالي معيك دكتور هيبة أهلا بيكي سعيدة زينب زينب أهلا بيكي كل سنة ونتي طيبة ما حدثتش عيبة أنا سنت لسا والدة بقلي سنة بس بعد الولادة بطني كبري فالجسمي زاد قوي والأرضات وكل ده بس لسا برد عيان عايزة أعرف الكرسي ينفعني ولا لأ طيب يا حبيبة قلبية بطول نبقالها سنة تسلامي حبيبتي زينب هتجوبك حالا دكتور هيبة اسمعينا بقى من التلفزيون طيب الوقت هي عدة سنة على ولادتها يعني عدت مرحلة إن احنا ما نقولش الكرسي ما ينفع لا وعدت ست شهور أولا نيل البيبي عشان ميقصر شعلا لا الكرسي ينفع لها طبعا هي واحدة زيها دايما في فترة الحاملة الست بتعود تاكل تقول عشان أغزي البيبي فبتتعود بعد الولادة إن هي عندها لسا اللايف ستايل بتاح إن هي بتفضل تاكل شهيتها بتفتح ما بتفتحش تردى عشان شهيتها بتفتح وفي نفس الوقت اكتسب الدهون زيدة في منطقة البطن الدهون الزيدة دي على مرار الشهور والسنين بتخلاص بتصلب مع بعضها بتتحول لدهون سليسية بيصعب تكسرها إحنا بنيديها نقط بتاخد النقط 3 مرات في اليوم لو هي عايزة تنزل بشكل أسرع تاخد النقط 3 مرات في اليوم 15 نقطة على ربع كباية مية بعد كل وجه بعد الفطار والغدى والعشان ثانيا إحنا بنيديها كابسولة غنية بالألياف اللي تنزل معدتها وتملى معدتها تقريبا بيملى 3-4 المعدة بالألياف بتحس بشبع خلاص إحساس الجوع بيمتهي عندها من أول كابسولة ودي عن شهادة دي عن تجربة شخصية أنا لما كنت باخد الكابسولة من أول يوم كانت الشهية عندي بتتقفل تماما كانت فيه واحدة يا زوزم تابعيني بنت 12 سنة فاكرة ميادة اللي تصلت من كم حلقة ميادة دي والله العظيم بنت ممتازة جدا البنت فعلا 12 سنة وبتلف على دكاترة كل ما تدخل لدكتور يقول لها لأ أنت لازم تعملي دايت أنت لازم تعبلي دايت فهي جات لي فبقول لباباها ما هي لو بتعرف تعمل دايت لو هي بتعرف تعمل كنترول أو فيطرة على شهيتها ما كانتش اكتسبت الوزن إزاي لأ إحنا ما نلعبش على النقطة دي لأن اللعبة مع النقطة دي مع واحدة سنها 12 سنة مش هينفع دي تجربة فشلة لأ إحنا بنيديها كابسولة بتحتوي على كل ما هو عجبي وطبيعي خلاصة بزوري الألياف بنيديها لها بتملع عندها المعدة بتحس بالشبع من أول كابسولة بتكلمني مبارح بعد ما عد شهر خست فيهم كام خست فيهم 12 كيلو جدا حتى قلت لها والله برافو عليك يا ميادة أنت لكي جايز عندي لأن أنا منبسط من السن الصغير أنه يخص 12 كيلو طب حبيبتي أنت كنت بتاكلي إيه أخبار الشيبسي إيه أخبار الشوكولاتة اللي كنت بتاكليها وكنت بتقولي مش قادرة يعني فعلا مش قادرة أستحمل إن أنا لازم كل يوم أكل شوكولاتة قالت لي بص يا دكتورة أنا بقيت عاملة زي الحيطة ما باكلش ما باكلش خالص مليش نفس أكل بتحط قدامي الأكل قلت لها يا دي حاجة حلوة وفي نفس الوقت حاجة مش حلوة أنت لازم تاكلي فيتامينز لازم تاكلي طفاح لازم تاكلي فاكهة خضار لازم تاكلي الفيتامينز لأني أخاف إن هي ما تاكلش خالص خلاص إن عندها معدل حر يقف لأن ما فيش أكل يدخل بتقولي أنا ما باكلش خالص أنا شهيتي تقفلت تماما قلت لها لأ يبقى أنا كده جريت جاري قلت لها الكورس اللي عندك بعد ما تخلصي هنغير لك الكورس هقلل لها الكابسولات اللي بتقفل لها الشهية وزود لها النقط اللي بتزود عندها معدل الحر عرفنا بقى يا جماعة إيه فايدة المتابعة المتابعة إحنا ما بنمشيش على كورس أو حد طول الشهور إحنا لازم بنفضل نعمل تبديل وتوفيق بيبقى شطرنج بس لازم الدكتور اللي بتكلمه يبقى دكتور فاهم علم التغذية ده علم كبير طبعا إحنا بدل ما إحنا بنشتغل على المخ إحنا قلنا الأدوية اللي بتشتغل على المخ واللي بتأثر على الجهاز العصبي الأدوية المضروبة واللي بتتمنع تداولها في السوق اللي بتحتوي على السبوترامين على الفيتامين على الإفدرة الحاجات دي ممنوعة تماما عندي من الشركة تماما لإني دي ثلاث حاجات بتسبب ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط العين ورعشة وقلق ساعة النوم وصدع فأنا مقدرش عرض مريدي للسايد افكت ده أبدا ليه؟ لأنه هو أول ما هياخدهم لما هيتعرض للأسار الجانبية هيوقف للكورس مش هيبقى أنا كده أنا ما ستفكيش حاجة أنا نجاحي أنا لما واحدة زي اللي هي عندها 12 سنة ميادة تقول لي يا دكتورة أنا خسيت 12 كيلو أنا مش مصدق أنا تحول مقاس هدومي من 2X للارج يعني من 2X للارج أنا سبت هدومي والله العظيب بابا بيكلمني قال لي الحين يا دكتورة دي عايزة دولاب تاني عايزة ما عادش حاجة نفعها بانطلونات بلوزية تيشيرتات كلها خلاص اتركنت اتحولت في ظرف شهر من 2X للارج فدي حاجة حلوة جدا إن هي تنفع معا بتقول لي بس فاضلي هي عندها كان عندها شوية الكرش فبتقول لي أعمل إيه أنا عندي شوية الكرش قلت لها عليك وعلى الجهاز بتحطيه على منطقة البط بس زكري بتقول لي مش قادرة أنا أتحرك وامشي لأن أنا دلوقتي في فترة امتحانات كنت الأول بروح المدرسة يوميا وبامشي دلوقتي أنا حركتي قليلة يعني معدل حرق للدهون وتكسيرها قل مع إن شهيتها تقفل فأجري جري أديها نقطة تزود عندها معدل تكسير الدهون أحط لها كابسولة فيها الرسبري بتركيز 6000 يقصر لها الخلايا الدهونية اللي فايدة يا خلاص هي بتقول لي أنا معدتش ناقص لي غير 5 كيلو 5 كيلو دول في ظرف في أسبوع أسبوعين كتيرو هتنزلهم وخلاص شكرا على كده هتثبت بقى بعدها لما هتثبت هديها كرسي التسبيت بتاعها تمشي علي شهر أو اثنين وتعيش بقى حياتها طبيعية وتعيش حياتها من غير كابسولات تماما خلاص إحنا مش هنفضل طول حياتنا عايشين على كابسولات ونقدمها فيش محدش بيعمل كده أنا عن نفسي أنا بخدها أسبوعين ثلاثة أنا أصلي الأربعة خمسة كيلو اللي أنا زيتهم خلاص شكرا خطهم جنبي عرف زي الأسبرين معي ما أقدرش أستغنى عنه لأنه هو زي ما تقول ده فرقة الإنقاذ بتاعي ما أقدرش أزيد اثنين ثلاثة كيلو أنا أحس بالزم رحمة ده إيدي عرف في عياتة طول نهار في عياتة طول نهار ممكن أجي في آخر الليل أكلي وجبة وجبة متينة ما هي الوجبة دي اللي بالليل بتبوز الدنيا طبعا أولا أروح مصححها الوطع اللايف ستايل بتاع أكلي أصححه على طول وأخذ الكابسولة تقفل الشهية وخصوصا في الجو البرد كل الناس بتشتكي جو برد جدا الشهية عالية جدا بالليل واحدة برضو كان دالي العيادة بتقول لي بص يا دكتورة أنا بأكل شو طول النهار أنا بأكل بالليل شو فيلي حل أنا مش هقدر أقولك ما تكليش إن أنا نفسي أنا شهيتي بتتفتح بالليل فأعمل إيه لازم أعمل لها صبرت لازم أعمل لها صبرت لازم أنا أقفل لها الشهية بطريقة أمنة وطبيعية يا جمع بطريقة أمنة وطبيعية بألياف كلها عجبية أملالها معدتها بالألياف مش هتحس بالشبع يبقى أنا ده كده مشيت 3-4 طريق طبعا ما قفلت لها الشهية تمشي على كابسولات قفل الشهية شهر في الشهر الثاني لازم أغير لها الكابسولات بحاجات تزود لها معدل الحرق بتاعها أي دهون فضلة أي تكتلات أنا أبدأ أكسرها توصل للوزن النسالي في الشهر الثالث الجهاز ده اللي هو سيكس باكس نازل مع الكورس هدية إحنا منزلينه مع الكورس هدية للناس يعني إحنا فعلا البرتوكول بتاعنا ببرتوكول كامل كابسولات القفل الشهية نقطة لزيادة معدل الحرق الأعشاب ده لتنقية السموم من الجسم وبتشتغل شغل الديتوكس عندي بتنقس السموم من الجسم أنا عشان أكمل البرتوكول بتاعي أكمل المنظومة العلاجية بتاعتي لازم أديكي حاجة لو فاضل حاجة في جسمك لسه ما نزلتش لو فاضل منطقة ما نزلتش بتحطي عليها الجهاز بكل سهولة بتشتغلي أنتي مش هدنك قادم استنيال غاية لما الوقتي يخلص لأ بالعكس أنتي بتلزقيه في المنطقة المراد إنقاذ الوزن فيها وبتشغل الباور عندك سرعات بتشغليها وتلت ساعة مش أكتر من تلت ساعة تمام فالجهاز ده افكتف جدا في حالات السمنة الموضوعية الناس اللي بتخس من توتل الجسم ويفضل منطقة تمام العرض بتاعي لأنا نزلت به عرض 50% علبة الكابسولات معاها علبة نقطة ومعاها علبة أعشب ومعاها الجهاز الرائع ده لا يخسس لك أي منطقة فضلة في جسمك معاهم الشحن مجانا لحد الباب البيت في جميع المحافظات لغاية 12 بالليل النهاردة إن شاء الله احنا عندنا خصم قديم 50% علبة كابسول علبة أعشاب علبة نقطة ومعاهم الجهاز السيكس باكس شحن مجانا كل المحافظات لغاية 12 بالليل والخصم 50% السعر وميز جدا على فكرة يا جماعة سعر الكورس ما ما تغيرش بالجهاز سعر الكورس الناس اللي متابعانا في الشهور اللي فاتت سعر الكورس ما تغيرش بالجهاز الجهاز فري مع الكورس بتاعي تمام طيب اوكي خلاص احنا كده قلت كل انت عايزة تمام طيب طيب احنا عايزين بس نقول حاجة احنا الكورس ده بينزل من كامل كامل عشان اصدقاءنا اللي ما عارفوش بينزل وزن كامل اللي انت بتعليمي عنه لو هنمشي على التعليمات بتاعتنا اللي هنأكل ثلاث وجبات هنأكل كل حاجة واي حاجة وبكميات صغيرة معتدلة مش غصبة عنك لا هتلاقيها هنقوت وماتك بعد ما أخدت كابسولة شهيتك قفلت تماما الوجبة اللي كنت بتاكليها قلت للربع كمان مش هتقدري تاكليها لو كلتيها نفسك مش رايحة على اي حاجة حرشة والحاجات المحمرة والمشمرة هتبقى نفسك رايحة على الحاجات الخفيفة فكها خضار الكورس ده لو مشيتي ان انت وقفت اكل الغايد سبعة بالليل وبعد سبعة بالليل بتاكلي طاقة سلبية خضار فكها لو مشيتي عليه بتخسي من عشرة لخمستاشر كيلو في تلاتين يوم يعني في شهر حلوة مشيتي على التعليمات تمام طبعا مشكورك دكتور هيبة العوادي سبحوني اشكر دفتي لشرفتني ونوريتني نهارت دكتور هيبة العوادي اتمنى يا رب تجربوا الكورس وتجربوا وتشوفوا المفاجأة الحلوة والهدية الجميلة اللي جايبانا دكتور هيبة ويعني بنلجأ الوسائل الكتير اتمنى يا رب ان دي تكون وسيلة من الوسائل الجميلة وخصصا ان هي هدية فاجربواها ان شاء الله تكون نفعة واحنا متواصلين مع حضراتكم مرسي دكتور هيبة مرسي حبيبتي واتمنى يا رب تكون موصفات النهاردة انها لتعجب حضراتكم مستمين نساء الله في كل الطلبات اللي جاتين على الصفحة بإذن الله واتمنى من الله اشوف حضراتكم من هنا الحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة وسلام عليكم